مع كل إعلام لقيمة المنتخب الوطني لكرة القدم لعدد من أسماء اللعيبة بنشوف هذا الجدال الواضح جدا سواء على التلفزيونات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي لكن المرة دي وبشكل صريح وعلني الجدال ده امتد للعيبة بنفسهم هم اللي طلعوا النهاردة يتكلموا بل وأسرهم كمان طلعت تدافع عن حقهم المشروع هذا الجدال أعتقد أنه مستمر من زمان ولم ينتهي سواء حوالين اللعيبة اللي انضمت للمنتخب أو الذين لم يحالفهم الحظ حتى الآن عن هذا الموضوع بنتحدث أكيد ولكن النهاردة معنا واحد يا جماع من أوائل الناس اللي توقعوا السيناريو اللي هيمشي بالزبط واللي الموسماني هيعملوا بالزبط في مباراة فيتا كلاب والأهلي الأخيرة في القنغو وللأهلي فيها فاز بتلت نقاط أو تلت يعني جوال ثمينة جدا وغالية جدا الحقيقة وبيكمل من هنا مشواره في أفراقيا كابتن محمد حشيش مبروك الله يبرفيكي ومبروك علينا وعليكو عامل ليه وانت بتتفرج عن مطش كده وبيقول الله ده أنا قعدت في البيت الكبير والله يبقى ايه بهندس وبتكلم وبتوقع وتوقع طلع هو اللي صحي انتعارف الواحد بيبقى سعيد لما يبقى يعني يجي في برنامج ويتكلم على مباراة ويطلع برضو يعني التفكير صح والتوقعات صح والحمد لله يعني المطش فعلا من البداية زي ما قلنا كانت مباراة يعني كانت تاريخية أنا بعتبرها تاريخية بالنسبة لله وحضرتك النقطة المهمة اللي اتكلمت فيها ويمكن بعيدا عن الفنيات وبعيدا حتى عن تشكيل موسيماني أو طريقة اللعب اتكلمت على نقطة مهمة جدا هي شخصية البطل وشخصية النادي الأهل وقلت على مدار التاريخ وحضرتك كنت من ابناء النادي الأهلي المتواجدين جوه جدار النادي الأهلي قلت قلت لي كده هاني المطشط الزيدية بيبان فيها معدن لعبة النادي الأهلي وبيبان فيها شخصية النادي الأهلي شفت بداية المباراة ازاي بعيدا عن الفنيات هنتكلم فيها لكن ازاي شفت ان ده هو ده النادي الأهلي ودي شخصية النادي الأهلي بص هاني يعني من البداية مش هنتكلم من قبل المباراة لأن استعدادات المباراة كلها أنا بعتقد واحدة الدور الإداري اللي بتعمل في النادي الأهلي قبل المباراة الإفريقية بيبقى واحد تقريبا الناس بتروح وبتجهز الملاعب وتجهز وتزبط القتيل وكده المرة دي كان أهم حاجة اللي أنا شفتها من اللعيبة هو التجهيز النفسي بتاع مسيماني كان عليه دور كبير جدا جدا وكان باين طبعا بداية من اجتماع الكابتن الخطيب بهم قبل ما يسافروا طبعا يعني مش هنتكلم في الموضوع ده وتأثير الكابتن الخطيب على اللعيبة وتحفزهم كمان مسيماني أكيد أكيد لودور كبير جدا في تجهيز اللعيبة وأنه حسس اللعيبة بخطورة اللقاء وصعوبة اللقاء في البداية وأهميته بالنسبة للنادي الأهلي في التكملة كان باين قوي على اللعيبة من البداية طبعا التشكيل ده كمان برضو كان عليه عامل كبير لأن لو قارننا بين الماتش مثلا اللي خسرناه بتاع سنبا كانت كل حاجة الحياة ما كانتش متزبطة صحيح بداية من التشكيل بداية من أداء اللعيبة من الدوافع التغييرات كل حاجة كانت مش كويسة زائد الملعب والجو كده سبحان الله المباراة دي كتمع فيه حاجات كتيرة جدا كل حاجة بقول إن المباراة دي تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي في تجهيز اللعبين أداء اللعبين وإصرارهم من البداية وحطين اسم النادي الأهلي وشايفين اللي جاي هيبقى عامل إزاي في حالة لقدر لا يحصل حاجة فكان لازم المكسب بان على اللعيبة من أول دقيقة يمكن أنا كنت في قناك واتكلمت قلت كنت حاس النادي الأهلي بيلعب في مصر مش برة الرهبة بتاعة المباراة برغم النتيجة الأولين وأهمية المطش دي دي بتدي برضو اللعيبة وهي نزلة بتبقى خايفة الغد لا ده من أول دقيقة بان عليهم في الضغط العالي اللي من قدام بان عليهم في النقل هالي فسط الملع تك تك لمسة واحدة دي ما بجيش من فراغ إن أنا أقدر أعمل وان تاتش دي لازم أكون والأرضية دي كمان طبعا الجرأة الكبيرة اللي كان فيها النادي الأهلي الجرأة دي جاية من إحساسك وسقطك بنفسك ودوافعك الكبيرة وتجهيزك وسقط الإدارة والجهاز فيك كل ده الترجم لهدفين في أول تلت ساعة خلصوا الدنيا وكان ممكن أكتر من هدف خلاك تمتلك المباراة زي ما بيقوله زي الملاك ما كده انت ديت اللي قدامك بوكس من أول دي خلص بقا يعني مش عارف يعمل حاجة صحيح في نقطة كمان يا كابتن الأجواء زي ما أنت بتقول قبل المباراة على الجانب النفسي والحرب النفسية اللي أثارها المدير الفني ورئيسة النادي وده اللي عمله النادي الأهلي ورهابت النادي الأهلي إنه حاوله ده التحدي والرد كان في الملعب الراجل قال حاجات كتير جدا غير وقاعية وأعتقد أنها كانت حرب نفسية وكان دليل على خوفه من النادي الأهلي لكن الرد فعلا كان في الملعب من خلال اللعبة كمان من خلال المسلماني اللي قدرته للفنية لو تفتكر هاني قبل المباراة لما قلت لك لازم النادي الأهلي من أول دي يضغط ويحسس الفرقة دي إن انت كنت في مصر ده كانت ظروف بس وأنا قلت يا لأ أنا بقولك طبا كابتل والنهجمات المرشاد لا لا يعني تفاهم إزاي صحية لازم تفوقه تقوله لا أنا النادي الأهلي أنا اللي كان مفروضك سبك عندي خمسة وستة مظبوط أنا جاي النهاردة سبك هنا بقى لما عملتوش نتيجة لعدم التوفيق في المباراة الأولانية إن شاء الله التوفيق هيبق معايا وحك سبك هنا وده اللي حصل وكان ممكن تطلع النتيجة أكتر من ثلاثة يمكن أربعة وخمسة النتيجة دي نتيجة كبيرة جدا جدا ما تحققتش على نادي في الكونغو قبل كده من سنين طبعا طويلة اللي كمان عايز أتكلم عليه هو إدارة مسلمان للمباراة كمان يعني غير التشكيل الرائع اللي أكاد يكون إحنا قلناه برضو التشكيل هو بالضبط اللي كان موجود التغييرات إزاي يسحب فلان وينزل فلان ويغير وفي توقيت المناسب وإنتي بترعب برضو وكنا برضو هاني كان قلقان برضو والترتان وقلنا الترتان بيحتاج سنس معين للعيب الكورة بعض اللعيبة مش واخد عليه فبيبقى يتطلب اللي أبع الترتان إنك لازم تبقى فيه نوع من التركيز أكتر وده اللي حصل في الكورة هي جيالك في الباصة ما تبقاش قوية أو عشان ما تجريشه يعني فيه حاجات كتير جدا النادي الأهلي والعيبة النادي الأهلي تغلبوا على القصة دي وسبحان الله طبعا التوفيق يعني أنت لما يكون حاجة كويسة بتبقى كل حاجة كويسة الجو تحسن وبقى كويس يوم المباراة دي اللعيبة كلها ماشاء الله فإن شد تركيزها في قمة التركيز يعني أنت ما تقوليش إن فلان ده أحسن واحد لا فلان ده أحسن واحد لعيبة كلها كانت على قد المسؤولية من أول الشناء والغاية حتى اللي نزلوا التغيرات اللي اتعاملت التغيرات كانت على مستوى عالي جدا جدا ما تحسش يا هاني أو أسهام إن كان فيه اختلاف في الأداء مستوى واحد من أول شوط لغاية نهاية المباراة إصرار النادي الأهلي إن 2-0 وعايز يقتل المباراة بجون تالت وجون رابع ما رجعتش بقى وقلت 2-0 أرجع أو أعمل شخصية النادي بقى برضو شخصية النادي هنا أنا عايز أقول النادي الأهلي يعني بين مستوى الفرقة التانية لأن الناس بالمباراة الأولانية اتخدعت في النتيجة النتيجة ما هي الفرقة هي في النحيتين بس التوفيق كان معاهم في المباراة الأولانية اللي هو كان ضد النادي الأهلي لأن كان ممكن يحصل نفس السيناريو في مصر أول ما تنزلي وحصل إنك ضيئة 3-4 و5 فرص في البداية بدأنا نقلق تاني كرة مروان التعاملت دي اللي كان ممكن يحطها أعلى شوية وأجمد شوية وكرة محمد قلنا موضوع الفرقة دي مش طبيعية بقى فإنما محمد شريف جون الأولاني فتح السكة جون أفشا العالمي جون تاني شوف النادي الأهلي كمان وهو بيلعب بره أرضه الضغط الهجوم اللي عمله المكسف اللعبة الدفندرات كمان كانت متحررة شوية يعني كان بتطلع تكمل وده اللي كان عمل أنا من دم الحاجات اللي لقيت منها وكانت مفاجأة بالنسبة لي طريقة اللعب هو نفسه قال له كده يعني قال في حاجات طبعا يعني على مستوى التغييرات آه لكن ما يمكن هزف الثقة في فريق فيتا وفيه مدربه هي البداية وطريقة اللعب يعني اللعب بطريقة مختلفة أنت تحس أن المدرب بتاعهم كان واقف يتفرج على المزهول طبعا من الطريقة أنت جاي تلعب طريقة الهزومية عندي بعد اتنين اتنين جاي تلعب باتنين في رودة ازاي مسلماني ملأ نص الملعب الاتنين دفندراتهم معهم الطرفين ومروان ومحمد شريف قدام طبعا الاتنين بيجروا كويس قوي قوي عملوا يعني أنت لو تلاحظي حتى نقل الكرة كان سريعة وبالنسبة لأهلي ودي اللي فرقت معاه الكرة ما تتنقل من وراء لقدام بسرعة لأنها مساحات في أغلب الأوقات هناك لأن الفرقة التانية الطبيعي تعدل معاك اتنين اتنين نازلة على أرضها تكسب وعايزة تضغط وعايزة تفاجئت بأجة تانية وده اللي حصل في الشوت التاني من قبل فيتا كلب إنها نزلت مش بكية على حاجة زي ما بيقولو بالضبط ونزلت الحقيقة يعني حاولت أنها تهاجم أكتر من مرة ولما جيبها يلحق نفسه في الآخر كان خلاص الوقت عدى والدنيا وخلاص الفرقة اللي قدامك ركبت عليك وخدت السقة وجابت أهداف والتالت قتل المباراة رسالة قوية الأهم بقى إن أنا البطل أنا المطش الأولاني اللي في بتاع سينبا ده أنا كالي ظروفه أنا راجع من الكاس عالم الأندية وإجهاد والفرحة والقصة ونشوة الفرحة والكلام كل ده طبعاً كان لازم النادي الأهلي في التوقيت ده بالتحديد وفي المحطة بتاعت فيتا هناك إن هو يلعب بالأداء دهاني مش مكسب قصة انت عارب برضو كان ممكن تكسب واحد الأداء هو الأهم الأداء والسكور العالي بره أرضك رجع هيبة النادي الأهلي رجع الهبة بتاعة بطل إفريقيا حامل اللقب أنت المرة يعني عندك ماتشين بقى اللي جايين أنت كمان يا جماعة مش بفكر في الصعود أنا فكر أتصدر المجموعة كنت متوقع اللي أحرزوا الأهداف شريف أفشا على فكرة على فكرة عشان بس حرفت أنت عارف الشريف بالنسباني كابتن هاني رمزي هو لا توقع أفشا أنا قلت أفشا يجيب جونه هو اللي غش شن العجيزي يوميها كنت متوقع فعلاً الأسماء كنت متوقع شريف وأفشا وطهر كنت متوقع التشكيل ومتوقع أن محمد شريف اللي هسجل بصراحة يعني لأن أنا شريف أنا مقتنع به جداً وحاسس أنه هو يعني شريف لو خد أكتر من كده واستمر في الملعب عنده إمكانيات عالية جداً جداً رجليه بتعرف المرمى طريق المرمى فطبعاً أنا فرحت قوي طبعاً ما أحرز الهدف وطبعاً احنا بتكلم على المجموعة كلها مروان كان من المطشقات بتاعته الكويسة اللي يمكن ما بنتش في تسجيل أهداف بس بانت في التحركات وفي الضغط على المدافعين بيخلق مساحات لزمايل فرق يعني على الأقل الاتنين شريف ومروان ما خلوش حد من المساكين يقدر يزيد في نص الملعب وكرة تطلع يعني مستريحة زي ما احنا بنقول كانوا على طول بقى بلعبوها طويلة تفوق الغير عادي ليسر إبراهيم كان مهم جداً جداً طبعاً بنون ده ما شاء الله عليه ده رجل يعني مستوى ثابت والناس طبعاً اللي ماشي بمستوى ثابت ياسر رجع لمستوى القديم لأنه هو ياسر كان طلع شوية كده ورح عامل الكيرف بتاعه نزل شوية دلوقتي ما شاء الله عليه المباراة اللي فاتت هايل نسترحى يعني هايل في التوقيت بتاعه كمان التوقيت وفي الظروف دي على ترتان المواقف الصعبة كمان يبقى انت مدافع وعارف يمكن دور المدافع بيبقى أصعب كمان على الترتان من المهاجم المهاجم يعني حتى لو كرة هربت منه شوية أو تولت شوية يعني مقبولة فاكر المقولة اللي احنا كنا بنقولها صعبة كنا لنا مقولة كنا نقولك الترتان ده المدافعين بترأسك على التليفون يعني لونا جاي رأسك على التليفون ده هاني عارف التعبير ده يعني لأن انتي اللف صعب على الترتان الارض ناشفة مش الارض احنا هنا على رجلك تلفي مش شفناه فلو واحد جاي بسرائته هيعدي عشان كده التوقيت والقرار مناسب أو لو هنتكلم على المساكين يعني طبعا التوقيت والقرار مناسب لأن انتي لو اتأخرت في القرار خلاص ياسر عشان برضو احنا دايما بنركز على اللي بيلعبه في أماكننا كان توقيتاته هيلة سواء فوق أو على الأرض أو التغطية العكسية والحاجات دي كان ما شاء الله عليه هيلة الناس كلها طبعا مش هتكلم على مين ولا مين كلهم الحقيقة كانوا على مستوى رائع بالكوتش بتاعهم وتغييراته وإدارته اللي قدرها باحترفها الحقيقة وصلت النادي الأهلي للأريحية دلوقتي في الجدول زائد ان انت بتفكر ان شاء الله تطلع برضو أول مجموعة عشان دي مهمة جدا مهمة جدا نطلع أول مجموعة عشان اللي انت هتقابله وعمل حساب اللي انت هتقابله من المجموعات التانية أنا ما بفكرش المقولة مش عايزين نعيدها بتاعت ان البطل ما يخافش من أي حد النادي الأهلي اصلا انت ممكن مش عايز تقابلي فلان فلاني واطلع التاني ده أصعب منه انت بتقابلي أي حد كان هو مثل دور المجموعات الكابتن بعدها كل اللي بيوصل بيبقى فيه قرع مين هيقابل مين لكن انك تطلع كمتصدر للمجموعة ده شيء طبيعي جدا للنادي الأهلي اللي هو حامل اللقب وبيدي كمان بيدي رسالة ان انا نادي الأهلي ان انا متصدر ان انا لغاية دلوقتي تاني افضل خط هجوم كل الأرقام ديت اكيد لها تأثير حتى على الجانب المعنوي لما توصل دور الثماني مليون في المية زي ما احنا دلوقتي هاني بنبص للفرقة التانية بنقول ما شاء الله بص وحنا صح كسر الدنيا فسعة بنت ومش عالك كام بنت 12 بنت الوداد الترجي النحة التاني يعني 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 انت بيبصلهم دلوقتي بقولك قصة ما فيش فرقة تجيب اللي بنت دي من فراغ 12 نقطة اعلى فريق في كل العلامة الكاملة في المجموعات كلها المطشة هاني ممكن يجي معك بالصدفة تتعادل المطشة انت يعني انما تجيب العلامة دي بالمطشات دي بتاع لا يبقى انت فرقة فعلا قوية ودايسة بره وجوه زي ما بنقول صحيح يعني تبتدي بالصلة كذلك النادي الاهلي عشان كده كان زي بقولك شخصية البطل والدوافع كبيرة بتاعت النادي الاهلي انه يعمل الكلام ده بره وان شاء الله يا رب يكملها في المبارتين الجايين يعني دي يا بقى كابتن انك تكمل دوت انت عملت عملت الصعب طبعا وانك تكسب فيتا كلاب 3-0 في ملعبه اكيد نتيجة مش سهلة لكن انت بقى لازم تكمل ده وحتكمل دوت ان شاء الله يوم 3 ابريل عندك مباراة مع المريخ تمام مريخ برا السباق خلاص خرج من المسابقة بشكل رسمي اهمية المباراة دي للنادي الاهلي وازاي نحترم المنافس رغم رغم طبعا سوء الاداء في الفترة اللي فاتت لكن يبقى دائما وابدا الفريق اللي بيخرج برا البطولة بتلاقي ان هو بيلعب مش باكي على حاجة وعايز يلعب واللي عايز يجيب جون يجيب واللي عايز يطلع يطلع واللي عايز يهاجي هي المباراة يعني بالنسبة لهم بتحصيل حاصل بس المباراة بالنسبة لك يعني لازم تحط في دماغك انها مباراة قوية جدا جدا لان النادي الاهلي في اي حتة في افريقيا الناس كلها بصالوا والناس كلها بتعمل حسابه والناس كلها عايزة تكسبه حتى اللي لي واللي ملهوش عايزين يكسبه النادي الاهلي لان انا ابا خرجت بالبطولة وكسبت النادي الاهلي طب كابتل محمد يعني عندي حاجة اقولها كابتل محمد انا عارف ان حضرتك متابع جاي جدا لدوري ابطال الافريقيا الموسم ده اكتر الفرق اللي لفتت ناظر حضرتك بخلاف سانداونز تمام ومين ممكن الفريق اللي يكون منافس قوي فعلا ند بالنسبة لنادي الاهلي والله الوداد ماشي بصورة كويسة الترجي على فكرة فرقة محترمة جدا ما يكسب نتزة مالك رايح جاي يعني برضو فرقة قوية عندهم لعبة كورو عندهم مدرب كويس حافزهم بقلوا معهم فترة طويلة دايما تخافي برضو من التاريخ والخبرات والاسم في افريقيا الترجي اسمه كبير في افريقيا سانداونز محقق بطولات الوداد الفرقة القوية دي تلاقي منها وخصوصا انها في الوقت الحاضر في مستواها ما هو ممكن يكون انا معايا التاريخ بس انا مستوالي ومن دول مجموعة اللعيبة مش مساعدة الكوتش اللي موجود الظروف انما لما يكون اندي لها اسماء كبيرة في القارة والتاريخ وخبرات ومشي كويس وتحقق نتاج كويسة لا طبعا تقلقي سناد الاهلي برضو اذا كنا احنا هنفكر في الناس فالناس بفكر فينا قدنا عشي مرة اكيد لان النادي الاهلي هو الفعلي بقى هو حامل اللقب الفعلي صحيح على مستوى ان شاء الله عشان ان شاء الله نتصدر المجموعة ان شاء الله نكسب المريخ وسيمبا وكمان خلي بالك بره بره الحسابات كمان سيمبا وضع خاص انت خسران هناك واحد سفر فيه دايما الربينج عند النادي الاهلي دايما انك حتى لو كنت واصل وضمن الوصول لكن دايما بيكون فيه ريفينج ودايما بيكون فيه لا انت كسبتني بره لا انا لازم اكسبك واكسبك كمان سكور ان شاء الله باذن الله الحسابات ديت ان شاء الله على المستوى الفني وتاني بنشيد بمسماني على الادارة الفنية للمباراة ديت بس يا كابتن تاني لازم وفي اعتقادي ده صوت جماهير النادي الاهلي ان خلاص انت لما لعيب كده يا كابتن يوصل لأداء رائع المداري بيقول له امسك في ده طبعا فاحنا وجماهير النادي الاهلي بنقول للنادي الاهلي امسك في ده امسك في شخصية النادي الاهلي في شخصية البطل خلي دايما مباراة مباراة فيتا كلاب ديت يبقى هي الطوب بتاعك اللي تمشي عليه على طول عشان تظهر بهذا المستوى كلامك مزبوط تماما انت وصلتني كجمهور النادي الاهلي النهاردة ان انا بكسب بره كتير وبقى ده وكورة حلوة ما تخليش الا عن كده يعني احنا ما تكلمش دلوقتي على التأهل ان شاء الله بإذن الله هنتأهل احنا بنتكلم بقى على المتعة ودروس طور الثمانية طبعا دروس يعني انت لما في المجموعة حصلك ظروف في اول مباراة لا ده انا المريخ ان شاء الله روح اكسبه وسيمبا هنا اديله درس اخلص عليه هنا واخدبالك ازاي يعني الحاجات دي بتفرق تفرق جامد قوي معا عشان كده بنعتبر انه البداية النهاردة من الماتش اللي فت طبعا البداية الحقيقية اللي فريق النادي الاهلي هي من الماتش فيه تقلب وان شاء الله البداية والاستمرارية ان شاء الله بإذن الله بإذن الله عايزيني اتكلم عن المنتخب الوطني تمام وانا قبل ما نتطرق لأي اسم عايز اتكلم عن حالة الجدال اللي بدأنا بيها الحقيقة حالة الجدل اللي النهاردة دايما بتظهر والنهاردة مش بس على مستوى اللعيبة وكابتن محمد عبد المصف تدعي تكلم وكابتن محمد ابراهيم لا حتى الحالة اللي وصلت لأسرهم بقى هم اللي بيطلعوا النهاردة يدفعوا عن الكبات دي وان هي الاولى انها تنضم للمنتخب الوطني عن غيرها شفت الجدل ده ازاي شفته تهريج يعني ايه تهريج يعني يعني طبما الناس بقى كل واحد ييجي وحط بقى يمسك الفرقة وياخد مجموعة ويدربها وخلاص من امتى من امتى الناس بتتدخل في اختيارات المنتخب في تدخلات يا كابتن من امتى بيحصل الكلام ده غلط هو عشان انعاشت الظروف ده كابتن كل القايمة بتتحط اكيد كل واحد وكل واحد يتمنى يتمنى اه ده كان نفس ده يبقى موجود واللعي بقى كنت نفسي بقى موجود وده الجدل ده مش هينتهي لقائمة المنتخب عبر السنين ده ايام الكابتن الله يرحمه كابتن محمود الجاري بيكون في انتقادات طبعا فالانتقادات موجودة دلوقتي كمان فيه سوشيال ميديا فالنطاق اوسع الانتقادات الانتقادات ده ممكن نتناقش في بعض منها لكن ده بعيدا تماما عن احقية الكابتن حسام البدري في اختيار اللعيبة دي جزئية ما نقدرش نقرب منها هو الاحق وهو القدرة وهو ليه كامل الاحترام في اختياراته الجزء اللي بنتكلم عليه اللي هو التعامل مع هذه الاختيارات من جانب اللعيبة من جانب السوشيال ميديا واتكلمت يمكن في واقع الفدد مع استاذ محمود صبري ممكن تأذي اللعيب حتى على المستوى الاختيارات بعد كده طبعا انا عايز اقول لك اولا ما ينفعش ان انا كلعيب ما تاخدش ضمن التشكيلة اطلعه ازاي وانا 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 وليزم اعامله ما ينفعش بقى حلم الاحوال لان هي دي مش ناية العالم انا ممكن ما تاخدش في المرحلة دي اتاخد في المرحلة اللي بعد كده لازم انك على لعيب كورة افاهم اكتر وده وضع طبيعي من الجمهور يعني لما الجمهور يعمل الكلام ده سهان بتشجع النادي الاهلي ابراهيم بشجع نادي تاني مش عارف مين طبيعي انت فاهم ازاي كله هيبعاز كانت تربع فرقته في المنتخب انما لعيب الكورة لازم يعرف ان فيه مدير فني له رؤية يعني يعني الكابتن هاني مدرب وانا مدرب ونفس اللعيب مستوى كويس هو بالنسبة له يعني يستاهل انه بقى موجود وانا اقول لا ما بقاش موجود دخل فيها عوامل كتير قوي اولا في النادي انت بتختاري المدير الفني بتاع اي نادي بيختار من عدد محدود طبعا انما المدير الفني لمنتخب مصر بيشوف الدوري كله يا جماعة على عشرين لعيب في القايمة الوحدة مش هنقول اكتر من كده الباقيين ممكن محترفين في 18 فريق بكام 360 ده كمان وانا انت ممكن تاخد من الدرجة التانية يعني القاعدة واسعة هنقول لا يا غد النظر المتكلمة على الدوري من داسه اه هو حق المعظم المتشف 360 منهم 60 مصابين 300 انت بتختاري من 300 انت فاهم ازاي مفيش حد في الدنيا بيحب حد اكتر من نفسه يعني كابتن حسام طبعا الناس كلها عارفة انه راجل اهلاوي مش هيحب النادي الاهلي اكتر من نفسه هاني لما كان ماسك منتخب مصر معلش مش هيحب النادي الاهلي اكتر من نفسه مش هيجامل النادي الاهلي مصلحة بلد صحيح وهو عشان يبقى برضو راضي من جوا ويحقق العدل اللي هو مش هتحقق طبعا بس الى حد ما يسعى لكده ومظلمش حد يختار انت فاهمت ازاي ده احنا عايزين نقول كمان اننا الاختيارات بتاعت حسام على كمان طريقة اللعب اللي هو مخطط يلعب بيها في المبارايتين بالزاة اللي جايين كينيا وجهر القمر تشكلتين ممكن يختلفين يعني انا ممكن ممكن يعني انا بتكلم بصفة عامة ممكن حسام يبقى مختار مساكين طوال مثلا عشان الفرقة اللي هيقابلها الاولانية والالتانية بتلعب الكورة الطويلة والعالية فلازم يبقى لازم مساكين طوال ممكن يبقى اتنين مساكين كويسين ويستهلوا بس هو عايز واحد ثالث ما عندوش القوة زيهم والالتحام والكورة العالية بس عندو انين الكورة اللي هو هلعب من تحت فحتى كمان يعني الاختيار بيبقى فيه عوامل كتير قوي مش شرطة ان انا بقى كويس حاليا في مسابقة الدور العام لان هي المسابقة الوحيدة اللي بتتلعب غير طبعا بعض اللعيب اللي بتلعب افريقيا انه ممكن يختار زي ما بقولك ممكن يبقى لعيب كويس بس مش المرحلة دي مش بتاعته مرابع عليه ممكن كمان يا هاني يبقى عندي واحد سنه كبير وكويس ومقدي مباريات كويسة بس انا عايز واحد برضو كويس بس اصغر منه عشان اكمل اصدقى كابتن محمد عبد المنصف وغيرهم وفي ناس اسماء تانية كمان موجودة بالنسبة لكابتن محمد عبد المنصف يمكن سامي اتطرقت لمواضيع اللي هو مثلا الاهالي او الزوجة او ده وارد جدا وخلينا نتكلم في عالم السوشيال ميديا وارد جدا تطلع اكيد كل واحد يتمنى ابنه او قريبه او يكون موجود في منتخب مصر هي بس الانتقاد مش مطلوب وانك ما تخرجش عن النص ده دي جزئية من حق اي حد تتكلم اه كنت تتمنى ان محمد عبد المنصف يكون موجود بيظهر بشكل كويس في الدوري فاتمنى تكون موجود كل ده مقبول في اطار انك ما تخرجش عن النص الجزء ده خاص بالاهالي والناس اللي بتحب اللعيب لكن اللعيب نفسه كابتن مثلا لو تتكلم على محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم ماشي بشكل اكتر من رائع يعني حتى الجزئية كان ممكن يقول جود لك يا كابتن حسام انا متواجد وان شاء الله وانا موجود وتحت عبر المتخب هي دي الحتة بس هي دي اللي فرق انه ممكن جدا اللعيب يحط نفسه في موقف انه هو بيئزن نفسه للأسف بدون داعي يعني بيعمل ضغط ضغط على المدير الفني بعد كده انه يقول لك طب انا لو خلطت يقول لك اه عشان طلعوا تكلموا ضغطوا عليا والاقلاء والسوش الميليا انت بتعمل ضغط وبعدين احنا بشر يا جماعة ما انت لما تطلعش يا هاني انت تخبط فيها او تتكلم بصورة غير لائقة وبقى بفاضل بينك وبين اللعيب تاني وبقى وانت لو تنين في مستوى واحد واخدك يعني احنا بشر يعني عامل نفسية برضو بتتحكم في بعض الأحايا النتيجة لتصرفات الخاطئة من بعض اللعيبة ده حقيقي زي بقول لك يا كرة علمتنا يعني ما بتنتهيش لغاية ما الواحد هو اللي يبطل بنفسه ويمشي فالنهار ده موجود انا ممكن في يعني تحصل احداث موجودة تخلينا بقى موجود في المباراة التانية مثلا وناس بتتصاب لقدر الله طبعا ما بيقولش كده وخلاص وقبل التغيرة ما تطلع واحنا راحين على المطار في اخر تمرين خلاص مش موجود هاتوا واحد تاني ده في بعض الأحيان في الدورات المجمعية بيبعثوا يجيبوا ناس من مصر نتيجة لظروف معنا حصلة في ناس كابتن بدر رجب لعب معنا كل التصفيات وما راحش يعني الأمور بتتخذ مرحلة بمرحلة وخلي اللعيب يزبر ويبقى دايما رده في الملعب وبعدين حط نفسك دايما مكان صاحب القرار ما بيختار بالكمل كبير ده كله وجهة نظر يا جماعة زي اشمعنا المدربين الأجانب لما بيجوا مثلا اتنين مدربين وعلى نفس اللعيبة وفي تقوية قريب واحد بيلعب ده واحد ما بيلعبش ده مجهات وخنعات كابتن محمد دلوقتي ممكن حد يكون بيتفرج علينا ما يكونش منتمين للنادي الأهلي وهم كتير على فكرة يتفرجوا على قناة يعني ويقولك يا صبع انتوا بتتكلموا كده طمع انتوا عندكم عشان عندكم تمانية في المنتخب الوطني وعشان عندكم خمسة في الأولمبي وعندكم المعارين كمان واحد في المنتخب ودلوقتي اتنين عمار صاحب عمار حمدي والعربي بدر انا عايزة اتكلم فعلا لا فحاجة فعلا والسؤال ومتابع جيد للدوري الممتاز كابتن محمد حشيش نبين مؤيد ومعارض لاختيارات كابتن حسام شايف انه فعلا في اسماء او لعيبة قد تكون ظلمت فعلا بصي ما هو كابتن محمد قولي اه او لا لا ما انا هقولك بس اي لعيب او اي لعيب مش هيتاخد يبقى مظلوم وانه كذا وانه كذا وانه كذا ممكن يكون مش حسام اللي ظلمه ظروف الاختيار هي اللي ظلمته انه واحد تاني في مكانه راجل كويس واصغر ومجوده اكبر وكذا وكذا وهو على فكرة لعيب هايل ومكسر الدنيا مبارات الدوري انت فهمت ازاي بس الدوري المحلي في بعض مبارياته باستثناء مثلا ما يكون طرف اهلي زمالك يعني الفرقة كبيرة مش بقياس للمنتخب شخصية دولية طبعا مش مقياس وبعدين مفيش فرصة هاني للمبارات الودية لا مهم ده مباراتين في ست ايام يعني انت عارفة لو في حسام عنده وقت زي زمان ما كان لت 3 ا 4 مطشقات ودية على استعدادها اللي معرفش ايه ايو 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 فهشوف وهعمل انما دلوقتي هو بيختار على قناعاته ومين اللي يقدر يستحمل اجواء رايح في كينيا حر وكذا 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 هنرجع للكلام اللي انت بتقوليه هيقوله كذا الغير منتمين للنادي الاهلي لان بالفعل فرقة النادي الاهلي بتلعب في افريقيا مش هكويس في افريقيا عندها خبرات كبيرة معظم اللعيبة اللي اتخدت جاية من كاس عالم اندية محتكة بفرق وفرق ومدارس تانية مختلفة ده مش جديد يا كابتن برضو محمد ده مش جديد على النادي الاهلي ان معظم على مر الاجيال تعالى كده امسك تاريخ المنتخب بكل المنتميين المدربين من السبعينات من لما كنا نوعى يعني بالظبط هتلاقي ده وضع طبيعي على فكرة والله مش كلام يعني هو الجدل مش على ان في لعب اكتر من النادي الاهلي هو الجدل ان التوسيع القاعدة ما كانش موجود يعني انت واخد الاهلي زمالك بيراميدز ومحترفين وتقريبا اربع لعب من اندية مختلفة اذا كان سيراميكا ولا اسموحة ما فيش جدل النادي الاهلي النادي الاهلي طول عمره اللعبته موجودة بععدات كبيرة لكن انك تاخد من ثلاث اندية بس زائد محترفين الناس شايفة لا كان ممكن يوسع القاعدة احنا قلنا هاني ان الفترة ديئة اه طبعا انا مطبط معي انت بتتكلم انا متش اللي جاي بتاع كينيا ده امتا يوم تلاتة وعشرين يوم خمسة وعشرين خمسة وعشرين وتسعة وعشرين خمسة وعشرين وتسعة وعشرين ايو ايو كينيا وجزر النهاردة كان كانت خلاص انت يضبك هتتجمع خلاص بانت ساعتاشر انت هتتجمع بعد بكرة اللي واحد وعشرين حتى مفيش فرصة يا جماعة في التدريب ان يشوف الناس وهاني عارف ومدرب وعارف مفيش فرصة هو هيبتدي يركز على المجموعة اللي حط الدماغه انها تبتدي يعني هنقول اللي هم اللي اربعتاشر واحد اللي في الدماغ حتى اللي احتياطه القريبة اللي هم مين ماتش كيني نخش على ماتش كيني يا طيب يعني طبعا احنا اول مجموعة بتامن نقاط ان شاء الله انت عارف المنتخب هتجمع الحد يوم واحد وعشرين ان شاء الله هيتسافر يوم تلاتة وعشرين مبارا يوم خمسة وعشرين فانت زي ما بتقول قريدي الكابتن حسام البدري اعتقد عنده في دماغه قريدي التشكيلة اللي هيبدأ بها مباراة كينيا طبعا من خلال القايمة اللي حضرتك شايف اولا شايف مباراة كينيا ازاي من خلال الجدول الترتيب وبعد كده رؤيتك برضو للتشكيل ممكن ده نقض بعد الفاصل تكون برضو زبطت ورق شوفت بقى ديتك وقت ازاي بعد الفاصل نتواصل مع الكابتن محمد حجيش واحنا بنتكلم في الاتناء عن منتخب الوطني واختيارات كابتن حسام البدري ما بين مؤيد ومعارض لسه حالا دلوقتي كابتن حسام البدري طبعا مدير الفاني للمنتخب بيصدر يعني او خلينا اقول يعني يوجه رسالة للمستبعدين من قايمة المنتخب وبيقول ان باب المنتخب سيبقى مفتوحا امام الجميع على المستبعدين ان يستمروا في العمل بقوة واكتهاد للانضمام في التوقفات المقبلة واتم كل مرحلة يكون لها رجالها المناسبين وهلاء هم رجال المناسبين للمرحلة الحالية ولكن اي اسم من استبعد قد ينضم مستقبلا مرة اخرى دي كابتن رسالة طمانة للنهاردة اللي ما حلفوش الحظ اول خلينا نقول الغطبانين شوية او اللي بيعتبوا على كابتن حسام البدري من انه هم ليه منضموش للمنتخب المراد بس طبعا بنفكركم بسؤال حلقتنا هم مش سؤال يعني احنا طرحنا تفاعل كده في بداية الحلقة عن رأيك في اختيار كابتن حسام البدري لقيمة المنتخب الوطني وطبعا السؤال ده كان منتشر على صفحتنا في الوسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة انا عايزة بس كابتن محمد قبل ما نبدأ يعني نتكلم في السؤال اللي طرحه كابتن هني قبل الفاصل ده ممكن استعرض الاسماء معك اه ممكن عشان يمكن يساعدوك في التشكيل يعني ممكن اه استاذ علاء قنيس نبدأ من فيسبوك كالعادة استاذ علاء قنيس قال تقريبا ما حدش هيتفق مع كل الاختيارات لكن اهم اختيار بالنسبة لنا ياسر ياسر ابراهيم يقصد لانه فعلا يستحق ينضم للمنتخب على مستوى تويتر محمد جمال الدين بيقول من احترم وجهة نظر الموديل الفني للمنتخب الوطني هو المسؤول الاول عن الاختيارات ونحن ما علينا سوى الوقوف في ظهر منتخبنا لكي يتمكن من التأهل محمد بكر بيقول اول مرة من فترة طويلة كل الاختيارات والاستبعادات منطقية ده كان رأي محمد بكر على تويتر على تويتر من صفحتنا على برضو انستجرام اسماء برضو اسماء محجوب بتقول اختيارات ولا اجمل منها كل اللعيبة اللي اخترى بتستحق الانضمام من الاساس منهم ياسر المقتهد عولا طلعت برضو شاركة بتقول قيمة مقبولة بنسبة كبيرة بالتوفيق ان شاء الله يعني شعارف هيساعدوك ولا لا بس كلنا 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 احنا سببورت بجميع الاحوال لمنتخبنا والكابتن حسام البادر ان شاء الله ربنا وفقه من خلال المباراة شايفها ازاي فنيا في برضو هتبقى اجواء مش سهلة دايما مباراة برضو مصر وكنيا بتبقى مباراة صعبة شوية الرطوبة عالية لكن عندنا مجموعة من اللعيبة اعتقد ممكن جدا او في الغالب هتحسم المباراة بشكل جيد من خلال تشكيل الكابتن محمد حشيش ممكن يقول ان دوة الفكر اللي هيبدأ بيه الكابتن حسام مع انطلاق مباراة كينيا بصوا طبعا مبدايا فرقة كينيا انا شايفها في الجدوة الخالص ما عندهاش خلق اه يعني اه في نفس الوقت برضو هي متعادلة معك على ارضك اه بتلعب منتخب مصر بالاسماء الكبيرة بمحمد صلاح بالناس الاسماء الجامدة دي برضو اه عايز يعمل مطشي نفسه عايز يعمل مطشي للتاريخ على ارضه ملعبه من الاسماء الجامدة دي ما يحصلش النهاردة تربك حسابات كابتن حسام تثبت ان انت لما لعبت توجه مرتين ما كانش محمد صلاح كان اصيب بكرونه يعني لسه نتكلم فيها بس انا عشي نخلص نخلص موضوع التشكيل وبعدين نتكلم احنا لو طبعا كابتن حسام هلعب طبعا بالطريع العادية اربعة اتين ثلاثة واحد طبعا الحمد لله في واحد يعني الحمد لله ربنا يحميه مريحنا في كل حاجة سواء في الاني او في المنتكر يعني ده الوحيد اللي مصر كلها كلها الحمد لله مفيش يعني خلاف عليه المنافسين قبل المؤيدين يعني طبعا الشناوي هنتكلم على بكرية محمد هاني انا شايف الاثنين المساكين احمد حجازي بخبراته الافريقية طبعا بالطول بالكلام ده مع الوينش مع المستوى الكبير قوي ليسر ابراهيم انما يمكن محمود الوينش عنده خبرات دولية اكتر فيبقى موجود مع حجازي احمد ابو الفتوح ناحية مش ايمن اشف مش ايمن اشف لان انا احساسي مش عشان حاجة طبعا ايمن عنده خبرات افريقية كبيرة بس احساسي انه ممكن حسام يحط في دماغه الفترة الاخيرة بتاع الاجهات شوية وشغال كتير قوي فممكن احطه على الدكة يبقى حاجة لأي تغيير لقدر الله يحصل في المدافعين والحاجة بهم موجود بالنسبة لكمساك او مكلف نص الملعب طرق حامد وعمر السلية ومنين برا يعني انا شايف برضو عمر ماشي كويس قوي وطرق حامد ما انت لازم برضو يعني ايه الدكة تبقى برا كويسة واخد بالك ازاي انا ده رأي ممكن وارد جدا كلها وجات نظر وكلنا بنفعل من رؤية وجات نظر فنية حسام البدري هو الاضرب لعيبته واضرب التشكيل المناسب لكن رؤيتك انت الفنية وجات ما زرك يعني اه لو هنحط قدامهم طبعا صلاح تمام اه افشا تريزيجي تريزيجي مصطفى محمد مصطفى محمد ده التشكيل لنا بتوقعه يعني تمام واسيب بقى الناس اللي لنا قلت عليها زنيني برضو موجود برا معايا ممكن يكون حامل يا كابتن ممكن يكون مقسم عشان فرق المباريتين مش كبير ممكن يكون مقسم قريدي هو انا هدخل اعتقد انتم عملتوها قبل كده عملنا قبل كده احنا قلنا مسلا حتى بنقول اللعيبة اه يعني ممكن جدا انزل النيني اقول له النيني النهاردة هتلعب ستين دقيقة بصب المبارا دا والمباراة اللي جاية هنزلك اخر نص ساعة مصبو او عبدأ النهاردة عمر السلية هتديك خمسة واربعين دقيقة صحيح حمد فتحي هتديك خمسة واربعين دقيقة وحتبدأ يعني بتبقى تقسيمة مبارايتين لان الفرق التوقيد ما بينه والغاية الاوي فممكن دا يتركب بالشكل دا عشان محدش يتفاجئ الله وممكن لني ما بلعبش لا كابت حسام البدري ممكن يكون موظف كمان التشكيلة اللي هيلعب بها هنا في القاهرة صحيح امام جزر كومور دي طبعا مهمة جدا جدا انه يقدر يوازن لان الفترة قريبة جدا بين المبارايتين فصفر كينيا ورجوعه تبقى يعني المسألة صعبة ممكن يكون مقسم وعنده احساس برضو ان المباراية اللي هناك لازم برضو المحترفين جايين بمبارايتهم برضو قوية وبلعبوا تأتي ضغط جامد وفيه اجهاد والذات اللعيبة اللي بتبقى هاني في وسط الملعب بتبقى برضو عليها عامل كبير زي النني عليها عامل كبير او فممكن يبقى على الدكة أنا حطت النني على دكة البودلاء دي حاجة دكة قوية جدا مبقى النني موجود ممكن يكون تفكير كده برضو مش عايز يدفع بكل المحترفين في الملعب عايز بمقرسين حد وارد احنا كل دي توقعات دانا انا بقول التشكيل ده اقرب للمباراة الاولانية الكابتن محمد النهار ده يعني لا قدر الله تكون فيه صعوبات تواجه برضو كابتن حسيم على مستوى المحترفين خاصة في انجلترا بمناسبة ان احنا بنتكلم عن النني وترزيجي ومحمد صلاح انا النهار ده عندنا قرار طبعا انجلترا طبعا اكثر سرامة في موضوعات اجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا طب فالنهار ده عندك اللاعب اللي قرر يسافر ده لازم يتحجز 14 يوم في الحجر الصحي فالنهار ده فيه مشكلة ممكن ييجي اللاعب ده برضو لقدر الله وتحصل اصابة بفيروس كورونا زي ما حصل لمحمد قبل كده لما حضر فرح اخوف شهر كان 11 اكيد اكيد برضو كابتن حسيم يعني عامل احتمالات وحطت سيناريوهات وملعبتش به كمان سيناريوهات سيناريوهات الموضوع دوت ان انا ممكن ان انا استغنى عن بعض المحترفين تحسبا او حطوا انا شايف على فكرة والله انا شايف ان الناس المحلية لا تقل يعان الناس المحترم استثناء طبعا محمد صلاح محمد صلاح بيدي قيمة وبيدي يعني لما بيكون طبعا يعني تقل تقل طبعا وبيدي رحبة للفريد اللي قدام وبيدي يعني راجل هدافه من احسن لعبة العالم انما يعني غير كده انا شايف يعني لو هنتكلم هاني بصراحة مثلا احمد حجازي الوينش كويس اوي ياسر ابراهيم كويس اوي احمد ايمان منصور ما بيلعب ايمان اشرف ما يلعب في حتة يعني حضرت بطول البداية الموجودة موجودة ولا تقل عن المحترفين ممكن يكون المحترفين خبرات اكتر شوية او بيلعبوا تحت ضغط اصعب شوية في المبارات بتاعتهم ولهم تجاره في المنتخب مصر قبل كده كبيرة دي الممكن اللي بقى الفارق بس انما الاداء والمستوى اعتقد لان برضو خلي بالك برضو هاني المحترف مهما كان وانت كنت محترف وعارف بتيجي بتقدي وكل حاجة بس بتبقى برضو ايه يعني مش عايزين نقول بتحسب على رجلك بس مفيش الكلام دا لا لا مفيش الكلام دا لا لا خالص انا انا يعني انا بتكلم عن نفسي واللي شفته من لعبتنا لما بيجوا الناس تقول لك اصلي دا خايف على رجله اصبير فعا رجله الكلام دا لما بتلعب لمنتخب مصر لما بتلعب تمام انا ما بتكلمش على انا ربزي لا لا انا بتكلم كمان على بصراحة اللعيبة اللي شفتهم اه اه انا كمان شفت اللعيبة ان انه بيموت نفسه اي لعب بيلعب بيموت نفسه لفه الجزئية دا يعني انا مستبعدها تمام انا ممكن اتكلم في عوامل اخرى ان العامل النفسي ممكن يؤثر مثلا محمد صلاح مش ماشي كويس مثلا او هو ماشي كويس لكن لبربول متعثر فممكن نفسيا نفسيا يؤثر عليه تمام احتمال غياب بعض المحترفين لو اتكلمنا مثلا على مركز رأس الحرب لقدر الله لو مصطفى محمد مثلا نجاش جوازه دا يعني ايوة عندك مشاكل في أسو الحرب وعندك مشاكل يعني فتراء مين الارب عندنا عندنا تلاتة كويسين الوحيد اللي اكد هو النمين وعندك احمد ياسر ريان وعندك هما دول الاتنين هما الاتنين اللي هما بالتحديد رأس حرب اه بالزبط انت محطة يعني رأس حرب تاخد مين او تبدأ بمين والله الاتنين الاتنين زي بعض يعني الاتنين كويسين وفيش فروقات والله ده هداف وده هداف ومش عايز اقول حاجة عشان برضو ما بقاش هي راجع برضو لقناعات المدرب انما انا شاف الاتنين مش فانين عن بعض يا متقدرش تفضل واحد عن واحد انت دلوقتي المدرب المنتخب الوطني يا كابتن محمد اخطور يعني لأ لا من وجهة نظره هو انت الوقت مدرب المنتخب الوطني اختر لنا يا كابتن حشيش اختر اللعبة لتنفذ فكرة انا هحط حسام حسن وانا كمان كنت عدت حسام حسن ونزل احمد ياسر يمكن في اخر ربع ساعة وبراء اخر مصر الساعة بالضبط فانما يعني انا بقول الكلام دليلا ان فعلا الاتنين ماشيين كويس ده هداف وده هداف وماشيين فترة الاخرانية كويس وطريقة لعبهم قريبة من بعد شوية يمكن احمد ياسر ريان يتفوق شوية في ضربات الرأس ممكن عن حسام حسن حسام حسن عنده شوية قوة اكتر خبراته اكتر شوية طبعا من نتيجة انه هو موجود في الدوري بقاله فترة كبيرة وكان نضم لمنتخب مصر احمد ياسر ريان امكانياته الاختراق حلو قوي والكرات العالية كويس احسن من حسن بالزبط دي بتكمل دي اعتقادي الاتنين مكسب لمنتخب مصر حسام حسن كده بولك زي ما هني بولي الفروقات بسيطة او انك تخدي ده عن ده بس لازم في الاخر زي الكابتن حسن لازم هيختار احنا برضو اختارنا عندك المساكين لو حجازي عنده مشكلة في النويجي او يعني زي ما قلنا ان يحصل حاجة بالنسبة ممكن تلعبي ياسر امراهيم مع الوينش الاتنين قوة كبيرة جدا جدا وفي الطب بتاعهم ناحية محمد صلاح ممكن انت عندك محمد شريف محمد شريف ومن بعده زيزو ممكن مايستعينش بالشريف يا كابتن استعين بالشريف امتى لو ما بدأش لو ايه لو ما بدأش طبعا استعين بي فيش طول تاني اكيد لا من اول التغيرات اللي ممكن بتحصل محمد شريف محمد شريف جاب جون في ماتش توجو وممكن بيلعب طرف يمين ما كانش باز حربة وكان ليسا اول تقريبا اندمام ليه لمنتخب محمد شريف جاب هدف وهدف حوالي فممكن يبقى اول يعني لو لو محمد صلاح حصل ظروف زي ما بنقول ممكن يبدأ بمحمد شريف صحيح هدف حوالي كنت في نص الملعب كمان يعني اختيارات حمد فتحي طبعا ماشي كواس جدا يعني موجود اه فاعتقد ان هو الاختيارات بالنسبة لكابتن حسام صعبة وصعوبتها زي ما نقولت من شوية ان ما فيش مباراة تحضرية تجمع الناس دي في مباراة اي تقدر يتحكمي وتقدر يتغيري في شوت تاني تنزلي مثلا مجموعة ثانية عشان التوقيت عشان التوقيت هي دي صعوبة الاختيار بالنسبة لكابتن حسام كابتن حسام اعتقد ان اختياراته هتبقى على اخر مستوى بالنسبة للعيبة دي في المباراة الاخيرة سواء لعيبة الزمالك سواء لعيبة الاهلي لعيبة دي كلها اللي فايق منهم واللي مستوى ماشي كويس ممكن يمكن انا احساسي شوية انه ممكن نزيزه عشان الفترة الاخرانية برضه مش زيزه بتاع السنان الفاتد اللي مكسر الدنيا ولعيب على مستوى كبير جدا فيعني بنتكلم على المستوى الحي حتى الحالة المعنوية حتى يعني اكيد طبعا كلنا اذا اعلاني اللي اخسرت نادي الزمالك فكيش شك كنا نتمنى يكون متواجد في ان شاء الله في دور التمانية الحالة المعنوية بتفرق للعيب وخاصة لما بيكون بيلعب في بطولة كبيرة وفيه اخفاق شوية او فيه هزيمة صحيح لما بيروح المنتخب ممكن يكون المدير الفني عنده رؤية شوية من نواحي الفنية انه ممكن ما يحطوهش تاني تحت ضغوط او ممكن في وقت قريب في وقت قريب وخاصة يعني الوقت قليل جدا فده ممكن يكون ولا وجهة النظر التانية لا وممكن يكون عنده القدرة ان دي حاجة ودي حاجة تانية خالص يفصل انت بتلب في النادي غير منتخب مصر وفيه طموحات للمنتخب وحاجة زي دي وجوده اساسي ممكن تفوقه زي ما انت بتقول لان لو رايحته ممكن اخلص عليه زيادة ان انا يعني بتكلم عن العيبة اللي طول عمرها بقالها فترة اساسية كلان فترة منتخب مصر وعنده خبرات وعنده كذا ما يحس ان هو مش موجود برضو ممكن يعني يفقد الثقة شوية يفقد الثقة شوية ممكن تبقى يعني يحطم المعنات شوية ما تقدرش بقى تلعبه للمطش الأولية ولا التاني يعني انت فاهم خلاص طبيعة الحال بيحصل لأي لاعب يعني ممكن تجيله الهز دي بس يرجع سريعا بس على حسب المدير الفني بتعتمد على المدير الفني دي مسؤوليته دايما المنتخب لما اللعبة بتيجي بنقول لهم لا فنلة اقلع فنلة النادي ده اول اول كلام بيتقال تلعب باسم بلدك لان الموضوع بيبقى فيه واحنا مرينا بيجي بعض الناس يا اما مبسوطين او فرحانة او انها في مكسب وبيخش شوية كده يا اما منهار او تعبان نفسيا نتيجة نتائج فبنقول له اقلع فنلة النادي خلاص ولبس فنلة منتخب مصر بطموحات جديدة تلعب باسم بلدك اكبر يعني اكبر طموح يعني من الحتة ديت خلاص اللعيبة بتخش بتخش الاجواء سريعة هي دور كابتن حسام مهم جدا جدا في المماراة الاولينية في لمة اللعيبة لان زي ما بقولك مفيش فرصة ان اللعيبة كانت تتمرن فترة كبيرة مع بعضها في ناس عمرها ما لعبت مع بعض موجودة وقت قليل علشان موضوع الانسجام حضرتك تقصد الانسجام مهم قوي انا كمان مش قادر احطها انا ممكن يكون ايو طبيعي مطشق الودية هي اللي بت يعني بتظهر لي الموضوع ده كمدير فني انا انا ممكن لعيب مع العيب مفيش تناغم ممكن احط اتنين شبه بعض بالزبط فميحصلش برضو ايه لازم يبقوا اتنين مكملين لبعض يكملوا بعض اه ما بقاش اللي اتنين قوة وقطعوا بس مثلا الكلام على ديفندرات لازم واحد كده واحد برضو الى حد ما بيقدر يعمل حتة التكملة او بيمسك كرة او عنده شوية مفيش اتنين يبقوا كده شبه بعض يعني حاجات كتيرة بقى التناغم برضو ممكن حسامي يفضل الناس اللي برضو لعبت قبل كده مع بعض كتير لان اوتوماتيك مثلا تريزي جي مع مثلا مع صلاح مع لعبه مع بعض كتير وفي تفاهم وفي تفاهم المدة الطويلة اللي فاتت مش هتفرق واحدة بالك ازاي مداربين بيحبوا مثلا في المنتخب ياخدوا خط كامل وهو يبلع في النادي تمام لو متقلقين يبقى خط النص او خط الامامي اللي قريبين من بعض بالزبط كده الاماكن الحساسة اللي بتجه تجانس قوي بالزبط التلاتة اللي قدام ممكن يبقى من نادي واحد او ممكن يكون لو متفوقين طبعا بغض النظر عن حالته من الفنية لكن وارد جدا وعشان كده ممكن نقول عملية التوازن يعني خاصة في خط النص ان وجود مسلا عمرو الصلية ومع حمد فاتح يكون اقرب من طريق حامل طريق حامل اللعيب كبير لكن وارد ان هو الحتة دي تكون موجودة وممكن يشرحها للعيبة عشان برضو يعني ايه ما يحسوش ان هو مثلا حاطت ناس معينة بعينها لا اهم حاجة المدير الفني يبقى صريح واتكلم مع اللعيبة ده حقيقي مظبوط يعني مش جماعي كمان فردي يعني انا حطيتك في الحتة دي لعب لعب يعني عشان انا كذا كذا انا متخيل حاجة معينة الله رحمه كابتن جواري كان في الحتة دي مهمة اوي مهمة اوي انا معلعبتكش النهاردة عشان مش توحش او انا مش مقتنع بي لا بيتطمن بس انا عايز حاجة معينة من كذا كذا انما انت معايا الموتش الجاية وعشان كمانية كابتن محمد هنا ممكن لاعب يفتكر ان المدير الفني ده متحيز لللاعب دون عن لاعب اخر يعني دي برضو فكرة دي نقطة مهمة جدا في مدربين بقى في مدربين تحط الحداشر ومتسألش بأي حد خالص والله بس ده بصوا تحت رجلية اه لاننا قصة مش موتش وخلاص وارد ان اللي قدر لها حد يتصاب استعيب واحد تاني من اللي احتاجة يبقى اساسي في المباراة التانية فلازم اهله وحضره ما يتقلش حصان ايه بص لعبنا عشان التاني تكسر او التاني زي ما عبي كان بيتقال صحيح لا لا ده انت كويس وانا بس انا مش هلعب انا بقى لعب اتنين دي فندرات مش هلعب ستة فندرات هم التين اختياراتي دول عشان كذا كذا في المباراة دي والخصم كذا ولازم الكلام الكتير حسان يعني محتاج يتكلم لان احنا بقى لنا فترة كمان كبيرة مع المنتخب ده البطولة التصفيات دي بدأ من كتير كتير بس عشر وكلنا من عايي طويلة جدا مش كمان يعني موضوع التجمعات قريب من بعضه زي ما كان بيحصل انت في ظرف استثناء يا كابتن محمد طبعا اه طبعا ده العام المشكلة عندك عدد كبير في المنتخب عندك كمان خمسة في المنتخب الأولمبي بخلاف كمان المحترفين زي ديانج ومعلول فممكن تكون هناك فرصة لمسيماني ان ينظر للشباب طبعا وقطع الناشئين يعني يعني كلامي بيعني الناشئين تمام ففي فرصة بقى ايما اللي فاتت عشان كمان موضوع تلحموا المباريات والمشاركات الدولية ما كانش فيه وقت ان يبص شوية الناحية دي بصي انا بعتبر يعني مسيماني من اول ما جه ما خدش الفرصة اللي هياخدها الفترة اللي جاية دي توقف يعني هو مدي مدي وقت هو حيرجعو يملي اتنين ان شاء الله لغاية اربع تيام او خمس تيام اجازة دي مهمة جدا كانت للعيبة عشان الاجهاد الغير عادي خلال الفترة دي الاجهاد العصبي والبدني وكل حاجة عنده فترة كمان اكتر لغاية ما او الاستناف بطولة الدوري ان هو ماخدهاش قبل كده من يوم ما جه ومن يوم ما جه يعني عمال تكتك مش شايف صحيح وداخل في معارك وبيرد وداخل خلاص في المراحل الانهائية بتاعت افريقيا وماتشات جامدة جدا والوداد هناك ومش شايف انت فهمت ازاي وعنده اصابات وعنده غيرت وعنده اصابات والدوري لحم في الدوري اللي فات وكل يومين ما بيتحفزيش حاجة ما تحلمش حاجة انت يا ضوبك بتعالجي والداوي استشفى وتمرين وتمرين معزكر فما فيش فهو يعني استغل يعني فيه ناس كان بتعتب عليه ان هو كيف هي روتيشن يا عم خنقتين من روتيشن طب انتو اللي بيتكل اصلا فيه ناس بتقعد كده ايه حط الرجل على رجل هاني وتقعد ايه قدام التلفزيون كده تتكلم القصة مش كده المدرب بيبقى عنده حاجات كتيرة في دماغه ما بيبصش زي الجمهور من سكة واحدة انت عندك لعيبة لسه برضو مش عارف قدراتها ومش عارف دوتوهات مع بعض مين مع مين ومين مع مين وكذا 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 فكان الفترة اللي فاتت من كتر ضغط المتشاط وفي نفس الوقت عايز يشوف فبيستغل انه بيرايح ناس وبيلعب ناس عشان يشوفها وللأسف كان في بعض الناس ما خدمتوش ما ظهرتش بمستوها الحقيقي فاضطر يعني يقعد ويغير لغاية ما يحس ان فيه بريقة امل في واحد وهو جاي في السكة فيه ناس جابها زي مثلا بتاع الجونس مهم واليا عايز يشوفه وعايز يقومه وعايز يديله انت فهم فهو الفترة اللي جاية دي اعتقد الراحة دي هتفرق مع اللعيبة كويس قوي هيبتدي خلال الفترة اللي جاية يعني يدي حاجة بقا للعيبة يحط عينه بقا على يعني لان الفترة خلاص مش طويلة كمان خلي بالاكابتن احنا ان شاء الله عندنا مرامعة مع المريخ يوم يوم اربعة يوم اربعة اربعة ابريل تمام اللي بتتكلم عليه سهام بتتكلم عليه الجزئية ديت اللي احنا بنتكلم على قطاع ناشئين ان فرصة ولاد دلوقتي يبدأوا يتمرنوا مع الفريق الاول عندك هو عمل كده يعني على فكرة عمل كده في فترات حتى يعمل توقف ممكن يبقى يخدموا يخدموا بقا انه ياخدوا فرصة اكبر فرصة اكبر موجودين في الملعب حاجة النقطة تانية مش لازم يبقى لازم بقى من دلوقتي نبص كمان مين من قطاع الناشئين اللي لازم نشتغل عليه يعني انا في وجهة ناظري باك شمال طبعا علي معلول ما شاء الله ربنا يديله الصحة وراه مع محمود وحيد تحسبا لاثنين مرة واحدة ملقناش حد بيجيب واحد مش مركزه كمان باك يمين طبعا يعني انا ببص على قدام شوية محمد هاني ماشي بشكل كويس اه بنوظف احمد بيكم احمد بيكم سردباك ووسط ملعب كويس اه بيقدي باك يمين بس مش باك يمين احمد توفيق نفس الكلام فدلوقتي اعتقد ممكن كمان التركيز على قطاع الناشئين في البوزيشن اللي انت شايف ان انت هتحتاجه خلال مثلا سنة او يمكن اقل من سنة ان يكون من دلوقتي متواجد بيتمرن مع الفرقة بياخد بعض الماتشاط الودية واحد اتعور طبعا ايمن اشرف بيلعب سردباك فنحط واحد ولد صغير عنده اشريين سنة انا عايز اقول لك هاني الفرقة القوية والفرقة الكبيرة والفرقة بتاعت البطولات اللي بتسعى لحظ كل البطولات لازم يبقى في كل بوزيشن في الملعب اكتر من واحد وعلى مستوى عالي يعني امكن لو تفتكر الفترة القديمة بتاعتنا وحنا بنلعب في التمانينات احنا كان سهام الفرقة الاساسية دي تلت تربعه منتخب مصر والناس اللي عادة احتراطي منتخب مصر ايوة طب والله ما ببالك انا مش ببالك يعني الناس بتلعب منتخب مصر قعدة برة وبتوزعي على الاندية فما كانش بيحصل عندك دروب في مبرارات في المركز خالص بلقى رأس الحربة فيه اتنين تلاتة بكسرين الدنيا نص المعلعب كذلك كان ايام بقى ونجي مين ونجي شمال احنا الكلام الديم بقى بتاعنا كابتو مصطفى عبد وكابتو مختار يعني فيه اكتر من لعيب في المركز الواحد عشان كده ما كانش بيحصل حاجة دلوقتي احنا شوفنا الفترة دي لا صعبة كمان انت لجي عدد محدود من المحترفين مصر كلها ابتدت العملية ما فيش لعيبة في الاندية تقدر يعني ان انت تبص على لعيب في الحتة التانية خلاص بقى الفكرة ده اعتقد انه تغير والنادي الاهل ابتدى السياسة اللي حطيتها مجلس الادارة ان هما طبعا من الداخل من الداخل من الداخل ضروري توفير في الفلوس وفي نفس الوقت لا ده انا مطلع واحد بقى تربية النادي الاهل ودي مهمة اما بيطلع اللعيب اللي هو مر بيقطع الناشئين ومر بحاجات دي بيطلع الدرجة الاولى يعني انا لما طلعت الدرجة الاولى ما كنتش حاس نفسي غريب ولعبت من اول مباراة وعلى فكرة كنت لما عد مثلا احتياطي مطشين ولا حاجة واجه رجع تاني مفيش بقى قصة لسه ما جابش مستوى فيش كلام من ده محدش هستنى علي وهاني عارف الكلام ده لازم ببقى كويس مفيش حاجة اسمها قصة لسه ده السنة رجع من كذا لا مفيش كلام ده فاهتمامه في الفترة اللي جاية بيقطع الناشئين وحط عينه زي ما هاني بيقول على المراكز اللي نقصة حتى على الوجودة حتى المراكز التانية اللي ممكن يبقى برضو عارف انه هتطلعها عارة بالزبط السنة اللي جاية وحيرجع له يعتمد عليها طبعا اللي هو زي ما تقول بقى الصف الاول والتاني والتالت يبقى جاهد عارف الجيش كده لما يبقى في صف اولاني والتاني والتالت التالت يعني طلع عارة وارجع بعد سنة بعد سنتين على حسب انك تستفيد وشوفنا اللعيبة بتاعتنا لما طلعت اللي عاراته راجعت زي ناصر مار زي اقرب زي 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 محمد يعني الناس دي كلها الحقيقة بس لازم بقى فعلا نبص على المراكز معلول على اعلى مستوى بس مش هخلد في النادي الاهلي صحيح له فترة معاناة وهايبقى موجود حصل له لقدر الله إجهاده إصابة زي اللي حصلت طيب فيه بك شمال كويس محمود وحيد وتصاب يعني ملحيش يعني اتصاب طبع طبع بلا يبقى عندي واحد في الناشئين بيتمرم معي ويستفيد من الخبرات دي وخاصة الوقت كمان قطاع الناشئين يمكن متوقف شوية مفيش مسابقات وبالتالي هيبقى فرصة النكة دايما ببص للبوزيشن اكتر مش عايز اطلع خمستاشر واحد ويبقى الموضوع بلعب زحبة وبعمل اللي عليها بطلع ناس ده انا ببص عيني والله انا محتاج بكش مال وابدأ اشتغل معايا فترات طويلة حتى بعد عالم يعلون مايرجع ويكون سليم الولد موجود معا ياخد خبرات وانت بتقوله هاني سليم مية في المية مايبقاش انا مثلا زي الموقف اللي حصل وابقى عيني مثلا على لعيب من الصغيرين عشان اطلعو من فريته علي لا ده انا متعود على انه الولد ده عارف انه بيطلع واتمرم مع ده واتمرم مع ده وعارف اسلوب الله زي منكلم على حمزة ومصطفى شبير طبعا يحظوهم يهناهم دلوقتي انه شايفين محمد الشنان وواحد زي مصطفى شبير وحمزة وحمزة دلوقتي انا متأكد انه بقى لهم فترة كبيرة بيتمرنوا بصفة مستمرة مع الفرقة الكبيرة لو حصل اي ضرب ووارد ممكن يحصل لقدر الله يبقى هتلاقي واحد حاسس وعايش معهم الاجواء ومر بعمل يعني خلي بالك خلي بالك الناس اللي بتبقى موجودة بره حتى القيمة ومسافرة او بره السكورشيت يعني وبتبقى موجودة بتعيش نفس الاجواء وضغط العصبي والكذا والكذا طالما انت معهم في السفرية عندك احتمال ان انا نبقى في السكور واحتمال ان انا نلعب هو اعرف بره كابتن بيفكر انه بيلعب ان انا بلعب دلوقتي وشايف تعليمات المدرب ودارس المدرب ده وعارفه والسياسة النادي والسياسة المدري الفني برضو لازم تكون ده في الاعتبار انه كمان مش بس بيتمرن بس ده فيه وقت من الوقات لازم اشاركه حتى في مباراة الكاس طبعا يلعب وطبعا نفسي يبقى فيه زي زمان متشاطر ديك ده ناس اللي بتلعبش احنا كانت اساسية بالضبط كان فيه مباراة وكمان حتى على مستوى على مستوى الضغوط يدخلوا جوه ضغوطات يدخلوا جوه مباراة رسمية انت خلاص بالوقت 18 سنة انت مش لعب صغير 19 سنة مش لعب صغير يجيلوا روح الفريق الاول بالضبط روح الفريق احنا بتكلم على شخصية روح النادي الاهلي برضو روح الفرقة الكبيرة لان مهما كان الناشئين غير الفرقة الكبيرة الفرقة الكبيرة في ضغط جمهوره ولو ان برضو الفرقة الصغيرة دي جمهوره بتفارغ عليها بر انما فوق مفيش رحمة وجمهور الاهلي مفيش جمهور الاهلي حتى المتشاطر ودية بيكسر الدنيا وعايز النادي الاهلي في المتشاطر ودية يا جماعة بتجرب تقسيم اه بالضبط اه بالضبط ما هي الفرقة مثل ايوة لو تلعب فالجمهور النادي الاهلي صعب فلازم اللعيبة تتعود على الكلام ده من وهي صغيرة وتخش في اجواء الفرقة كبيرة عشان محصدش توقعات الجمهور الجمهور اللي احنا في الاول في الاخر بيلعبوا اللعبة عشان يساعدونا يعني شكرا يا كابتن محمد شكرا نورتنا النهاردة شكرا شرفتنا نورتنا كابتن ودايما كده يعني بتتوقع المكسب ودايما متفائل وكلنا مخفائلين بالنادي الاهلي هي ثقة بالزبط بالنادي الاهلي عودنا عليها وظهر تهول الناس كلها في المتش التعديد على مر تاريخه يا كابتن محمد نشكرك جدا ونشكركم مشاهدينا ودي ختم حلقتنا يوم الحد ان شاء الله نشوفكم على خير من عشر الوحدة في البيت الكبير وعلى خير سلام